موسيقى وحيكم مشاهدين الكرام من العين السخنة حيث ننقل لحضراتكم فعليات افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لمجمع مصانع إنتاج الكوارتس والذي يعد المشروع الأول من نوعه في مصر والدول العربية والإفريقية كما يعتبر نموذجا لتكامل العملية الإنتاجية بجميع مراحلها بدءا من استخراج خام الكوارتس وتكسيره وطحنه إلى حبيبات بأحجام ومواصفات معينة وإدخال جزء من الناتج في صناعة ألواح الكوارتس وطرح الفائد للتصدير أو إدخاله في صناعات أخرى الهدف من هذا المشروع هو استغلال الخامات الطبيعية المتوفرة بمصر بما يساهم في تعظيم القيمة المضافة لخام الكوارتس وأيضا زيادة الدخل القومي الأهداف الخاصة بهذا المشروع تتعلق باستغلال الخامات المتوفرة في مصر بشكل كبير بما يساهم في تعظيم قيمتها وبما فيها خام الكوارتس إضافة إلى المساهمة في التنمية الصناعية الشاملة وتلبية احتياجات السوق المحلية من ألواح الكوارتس اللازمة لتجهيز المستشفيات والفنادق حيث يتم استيرادها من الخارج وهذا الأمر ربما حال افتتاح هذا المصنع بإذن الله يوفر العملة الصعبة للبلاد إضافة إلى تنفيذ العديد من أنشطة المتعلقة بهذه الخامات وهي أنشطة تصنيعية بالطبع فيما يتعلق أيضا بصناعات المعدنية المختلفة فالكوارتس يعد من الخامات المهمة عالية الفائدة والتي تعود بالنفع مثل باقي الخامات الموجودة في مصر والتي تصحر بها بشكل كبير خاصة المعدنية منها والنعكسات الإيجابية التي تتعلق بها ومن ضمن هذه الأمور دعم الاقتصاد الوطني بتنفيذ مشروعات قومية واستراتيجية إضافة إلى خلق فرص عمل للشباب والحفاظ على الثروات التعدينية بمختلف أنحاء الجمهورية إضافة إلى طرح الفائد من إنتاج هذا الخام على سبيل المثال هو من ضمن الخامات العديدة الموجودة في مصر وخام الكوارتس المطحون وكذا ألواح الكوارتس للبيع بالأسواق الدولية هذا المشروع مشاهدين الكرام يشتمل على خمسة مصانع مصنع التكسير الأولي لخام الكوارتس بمنطقة منجم الكوارتس بالسويقات بمرسى عالم إضافة إلى تكسير خام الكوارتس إلى أحجام صغيرة وهو من الأمور المهمة التي بالطبع لها إنعكاستها أيضاً الإيجابية من الناحية التصنيعية مشاهدين الكرام في هذا الإطار مصنع التكسير الرئيسي لخام الكوارتس بمنطقة العين السخنة لتكسير ناتج مصنع التكسير الأولي إلى حبيبات أصغر من 1 إلى 2 سنتي بعد إجراء عمليات الفصل الضوئي وأيضاً الغسيل مصنعي طحن خام الكوارتس بمنطقة العين السخنة لإنتاج حبيبات بالغة الدقة من ناتج مصنع التكسير الرئيسي إضافة إلى مصنع إنتاج ألواح الكوارتس بمنطقة العين السخنة أيضاً بطاقة انتاجية 438 ألف متر مرام كما يتم أيضا مشاهدين الكرام موفير العديد من الأمور التي ربما لايق لناكسات أدهيجابية على الناتج المحلي والدخل القومي من بين هذه الأمور الخاصة بألواح الكوارتس أنها تدخل فيها العديد من الصناعات المهمة فلو تحدثنا أيضا عن فكرة تصدير هذا الخام ربما لا تحقق القيمة المرجوة نظرا لأهمية هذا الخام ولكن تحقيق القيمة المضافة تكون من خلال التصنية ففكرة توطين الصناعة التي تحدث عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تسعى الدولة بدأب ونشاط كبير في هذا الإطار من خلال وضع العديد من الأمور نصبع الأعين فيما يتعلق بالأغلب بأسباب العلم والتكنولوجيا وإدخال البحث العلمي في هذا الإطار التعاون أيضا مع الشركاء الدوليين من أجل إعلاء أو زيادة القيمة المضافة من هذا المنتج المهم أيضا توفير أكثر من 600 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 2000 فرصة عمل غير مباشرة وهي من الأمور المهمة التي تعنى بها الدولة بشكل كبير من خلال إقامة مثل هذه المشروعات أيضا تم اتخاذ جميع الأليات التي تضمن الحفاظ على البيئة بدءا من استخدام مصادر الطاقة النظيفة كالكهرباء والغاز الطبيعي لتشغيل الغليات كما تم إنشاء محطة تحلية مياه بطاقة 100 متر مكعب يوميا ومحطة أعادة تدوير المياه التي تستخدم في خطوط الإنتاج لتقليل الهدر من المياه باعتبارها أحد الثروات الطبيعية التي يتم الاعتماد عليها بشكل أساسي وكبير في هذه المرحلة فيتعد دعم للصناعة وتوطيل أيضا للصناعة في مصر تم الاعتماد في إمداد مصنع الكوارتس على الكهرباء من فائض التعاقد بين شركة القناة لتوزيع الكهرباء تم أيضا اتباع أحدث النظم العلمية لاختيار واختبار أيضا مراقبة الجودة أثناء عملية التصنيع وبعدها بالاعتماد على عدد من المعامل الخاصة بالاختبارات ومراقبة الجودة وهي متخصصة وبها مهندسين أكفاء وأيضا فنيين متخصصين في هذا المجال وكيميائيين أيضا إضافة إلى نظام الإدارة المؤسسية وتطبيق الحوكمة في هذا المجال ما يجعل مجمع المصانع هذا من المجمعات الكبرى المهمة التي لها دور كبير ليس في مصر فقط ولكن أيضا لأعلاء من أهمية هذه المكونات المحلية الموجودة في مصر واستخدام الفائض في التصدير بتحقيق هذه القيمة المضافة من خلال هذه المصانع والمجمعات المتكاملة التي يتم إنشاؤها في هذا الإطار من أجل أن نقود بهذه الصناعة واستغلال الثروات التعدينية الموجودة في مصر